بمشاركة كبار المؤسسات والشركات العالمية والمحلية انطلق اليوم المؤتمر السنوي الثالث للطاقة تحت شعار الطاقة أفاق الاستثمار وفرص النمو واللي بينعقد لمناقشة فرص استثمارات الطاقة مواجهة تحدياتها احنا عاملين خطة علشان خاطر مزيج الطاقة بتاعنا نقدر نشغل عليه وخطاتنا تبقى من هنا لغاية سنة 35 خطة التنمية المستدامة بتاعتنا حيث انه لما يبقى فيه تحول اكتر للطاقة الجديدة ده يوفر لنا الغاز الغاز نقدر نشتغل به على مشروعات اخرى زي تقيمة مضافة مثل الاسميداز مثل البيترو كيمويات فرصة طيبة اوي ان بيجتمع كل العاملين في قطاع الطاقة بصفة عامة سواء كالكهرباء او بترول بيجتمعهم مع بعض بيشوفوا ايه اللي حصل في الفترة الماضية وايضا المستقبل هيبقى وعد ازاي ان شاء الله في هذا الامر كل هذه الاستثمارات تعكس في الحياة جاذبية مصر للاستثمارات بصفة عامة وقدرة الطاقة المتجددة سواء في مجال الطاقة الشمسية او في مجال طاقة الرياح بالاضافة الى الاستثمارات التي تقوم بها هيئة الطاقة المتجددة كذراح حكومي لتنفيذ مثل هذه المشروعات تأهيل الشباب وتمكنهم كان من اهم ادوات التطوير في الوزرات المسؤولة عن طاقة مصر من خلال تحفزهم ودعمهم بكل شكل ممكن قطاع البترول من اقوى قطاعات اللي بتعمل الشراكات مع قطاع الخاص لان قطاع الخاص بيزود القطاع العام وبيساعده في التكنولوجيات الحديثة في قطاع البترول وفي الحفر وفي الامكانيات الفنية قطاع الطاقة في مصر لديها افاق وعيدة جدا فعلا كان هناك مجهود كبير تم في خلال السنوات الاخيرة تحولت مصر كما نلاحظ من دولة عاجزة في مستوى الطاقة الى دولة مصدرة المشاركة المحلية والعربية والعالمية بتسري فعاليات المؤتمر وبتصلة تدق على واحد من اهم ملفات الامن القومي اللي بيخلق فرص جديدة ومتنوعة تضمن استمرار النجاح الكبير اللي احرزته مصر في مجال الطاقة ترجمة نانسي قنقر